من أربيل عقيد ربيع الجوار الخبيل الأمني والعسكري مساء الخير أهلا بك معنا سيادة العقيد طبعا تفاصيل الميدانية نعرفها الآن بتنوى تعرفها أكثر طبعا مننا سيادة العقيد هل ممكن أن نعرف قراءتك لكل هذه التطورات التي تحدث في الموصل وتقدم القوات العراقية بمحاور عدة طبعا والذي تبقى ما الذي طبعا تقرأه أيضا وتلاحظه في الأيام المقبلة نتحدث عن مركز مدينة الموصل إلى أي درجة هو أصعب مما تم تحقيقه واستعادته من داعش في الأيام القليلة الماضية ولماذا هو صعب بسم الله الرحمن الرحيم تحياتي لكم وتحياتي لمشاهدي قناة الآن حقيقة المعارك بدت وصار لها 12 يوم من القتال على أطراف مدينة الموصل وتم تحرير أكثر من 80 قرية في المحاور الجنوبية والشرقية والشمالية حقيقة هناك تقدم كبير من المحور الشمالي باتجاه منطقة الحرة منطقة التبادل التجاري وهذه المنطقة ما تبعد سوى خمسة كيلو متر عن منطقة حي العربي التي هي في داخل مركز مدينة الموصل أما من ناحية الشرق فهي القوات العراقية اليوم متقدمة إلى منطقة جوكجالي وهذه المنطقة لا تبعد سوى ثلاثة كيلو متر عن أحد أحياء مدينة الموصل وهو حي الكرامة ومبنى التلفزيون وأما بالنسبة للمحور الجنوبي فالقوات العراقية اليوم حررت ناحية الشورى وهي لا تبعد سوى ثلاثة كيلو متر عن مدينة الموصل حقيقة المحور الجنوبي هو المحور المتأخر بالنسبة للمحاور كافة يعني المحور أعتقد أن هذا المحور سوف يتقدم بالأيام القادمة إلى منطقة حمام العليل ومن ثم إلى قرية اللزاقة وقرية البجواري وقرية البوسياف وصولا إلى مطار الموصل في مركز مدينة الموصل حقيقة أما المحاور الشمالية والشرقية فلا تستطيع أن تقتحم المدينة هذه من وجهة نظري الخاصة لا تستطيع أن تقتحم المدينة الآن إلا بوصول المحور الجنوبي يعني تحرير حمام العليل وصولا إلى مطار الموصل أعتقد هناك انتظار في هذه الأثنان من قبل المحور الشمالي وكذلك المحور الشرقي إلى وصول المحور الجنوبي إلى مشارف مدينة الموصل وعند ذلك نستطيع أن نقول أن القوات العراقية سوف تقتحم المدينة في ذلك التوقيت كتوقيت بأنك ذكرت موضوع التوقيت أعرف أنه لا يمكن جزم ما الذي سيحدث وكم من الوقت ستستغرق بعد معركة الموصل ولكن وفق المعطيات والوقت الذي اتخذته المحاور الأخرى حيث تقدمت القوات العراقية ووفق الحديث اليوم بتيكثر الحديث عن الرقة كما كنت أتحدث مع مراسلنا كم تتوقع أن تأخذ بعض معركة الموصل وما التحديات التي ممكن أن تعرقل المحاور الأخيرة التي تتقدم فيها القوات العراقية من أجل استعادتها من الموصل حقيقة القتال في مركز مدينة الموصل هو قتال صعب وتنظيم داعش قد هيأ العدة وأخذ مواقع الدفاعية وكذلك حفر أنفاق وكذلك جعل سواتر كونكريتية بين أحيان مدينة الموصل هذا ينطينا انطباع أن المعركة في داخل مدينة الموصل أو نعم هناك ناس آمنين محليين يستخدم كدروع بشرية مثل ما تعرفين أن مدينة الموصل يقطنها ما يقارب مليون ونصف شخص يعني هاي كلها راح يصير معوقات بالنسبة لاقتحام المدينة اليوم تنظيم داعش يعول على معركة الموصل اليوم تنظيم داعش يستنفر قواء في سبيل الاستباتة في داخل مدينة الموصل وهذا الأمر يجعل من معركة تحرير الموصل أو مركز مدينة الموصل يعني عملية معقدة وربما هناك مفاجآت على عكس القتال في المحاور التي هي على أطراف مدينة الموصل مفاجآت لصالح داعش تعني وفي كل هذه الدفاعات التي حضرها نعم ربما حدث مفاجآت من قبل داعش يفاجئ بها القوات العسكرية العراقية عند دخول مدينة الموصل وهذا ما أتوقعه فعلا طيب بالنسبة لفرار داعش هل نتحدث عن عدد معين وفق المتابعة على الأرض ومعلوماتك عن هذا الفرار وماذا يعني فرارهم إلى داعش إلى الرقة سيساعد في محاصراتهم والقضاء عليهم خاصة بعدها إذا فروا جميعا إذا انتهت معركة الموصل كما يتوقع لصالح القوات العراقية نتحدث هنا عن خساراتهم لمعركة الموصل لمعركة الموصل التي تعد كقلب داعش حقيقة معركة الموصل هي الأهم بالنسبة لتنظيم داعش وأيضا هي الأهم بالنسبة للقوات العراقية العسكرية هي مهمة بالنسبة للطرفين بالنسبة لداعش أما الثبات وأما الهزيمة والانكسار وتدمير تنظيم داعش في جميع العراق ولذلك تنظيم داعش لا يريد أن يخسر مدينة الموصل بالسهولة نعم هناك بعض من فر إلى الرقة السورية ولكن هذا لا يعني أن كل تنظيم داعش سوف يهرب إلى الرقة السورية ولكن هناك مقاتلين سوف يستمتون في القتال في داخل مدينة الموصل وهذا ما علمنا منه يعني بدأ بعمل مصدات كونكريتية من خلال رافعات عملاقة وحقيقة يعني إحنا نستغرب لماذا يعمل هذه المصدات الكونكريتية وقوات التحالف الدولي لا تستهدف التنظيم عندما يبني هذه المصدات هناك استغراب كبير حول سكوت طيران التحالف الدولي حول أعطاء الحرية في بناء مثل هذه المصدات وعن ميليشي الحشد اليوم نتحدث أيضا عن أنها قالت بأنها ستقاتل لجانب الأسد بعد الموصل حقيقة الكل يعلم أن ميليشيات الحشد الشعبي هي ميليشيات طائفية تؤمر بدولة أقليمية بتوجيهات وبتعليمات إيران الحشد الشعبي اليوم يريد أن يدخل مدينة الموصل عن طريق محور الحضر تل عبطة مرورا إلى تل عفر وهناك له أغراض أخرى يريد أن يدحب أبعد من ذلك وإنما يريد أن يقاتل في سوريا إلا أن يؤمن الطريق إلى البحر الأبيض المتوسط هذه التصريحات صحيح عذرا المقاطعة هذا شارح طبعا دقيقه ومهم جدا الذي تتحدث عنه التصريحاته هذه لماذا الآن يعني على الأقل هناك استفادة منه فيما يتعلق بالمعارك ضد داعش ضد هذا التنظيم الإرهابي ولكن هذا التصريحات بأنه بعد الموصل سيقف إلى نظام الأسد لماذا الآن إلى أي درجة هي ممكن أن تفهم لتعقيد الموقف الدولي تجاه الحرب على الإرهاب الكل يعلم أن الدولة الإيرانية هي حليفة لنظام الأسد وكذلك هاتان الدولتان حليفتهم الرئيسية هي روسيا أعتقد أن هناك مخطط مثل ما قلت قبل قليل أن هذا المخطط هو مرسوم من قبل الدولة الإيرانية وبمساعدة روسيا في سبيل نصرة نظام بشار الأسد وتأمين طريق للدولة الإيرانية عن طريق العراق وبنفس الوقت عن طريق سوريا إلى البحر الأبيض المتوسط وهناك أهداف من هذه العملية أولا الحد من قوة أمريكا في المنطقة وبنفس الوقت تريد أن تهيمن على المنطقة عن طريق الموصل عن طريق تلعفر إلى سوريا نعم أنا أشكرك جزيلا من أربيل عقيد ربيع الجوار الخبيل الأمني والعسكري شكرا جزيلا لك